وإحنا بنتكلم عن الكورة الحقيقة والحد ما جعلنا كابتن عصام عايزين نقول لحضراتكم هذا الخبر المهم جدا عن شركة استادات الوطنية شركة استادات الوطنية اللي بتدير المنشآت الرياضية بصفة عامة وممثالة في السيد سيفي الوزير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة النهاردة كان فيه بريتوكول تعاون مهم جدا مع شركة آي فايننس شركة آي فايننس للاستثمارات المالية ورقمية ممثالة في السيد إبراهيم سرحان السيد إبراهيم هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب هذه الخطوة في إطار توجهات الدولة المصرية بمؤسستها المختلفة نحو الرقمانة جماع من خلال تطبيق تقنيات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية لدعم الشمول الرقمي المالي والانتقال بالخدمات المقدمة للمواطن بسهولة ويسر إذ أن التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليا يعد من أهم المشروعات القومية التي تتبنها الحكومة وتولي لها اهتماما كبيرا خلال المرحلة الراهنة وسيجعل من مصر نركزا إقليميا للتحول الرقمي ويدعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي كما سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر عشرين تلاتين سيد سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية كشف عن أن شركة استادات تعد الشركة الأكبر في مصر والشرق الأوسط التي تمتلك حقوق إدارة أكبر عدد من الاستادات والهيئات الرياضية كما بدأت في تطبيق خطة التحول إلى مؤسسات اجتماعية ترفيهية ثقافية اقتصادية شاملة تحت مسمى أنديات سيتي كلاب لذلك كان من الضروري مواكبة الرقمنا والتطورات الخاصة بعملية الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي للخدمات المختلفة في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة أفراد المجتمع المصري كمان أكد إبراهيم سرحان ده طبعا رئيس مجلس إدارة شركة i-finance للاستثمارات المالية والرقمية الإسراء بعمليات الهيكلة والتحول الرقمي اللي هو الديجيتال للخدمات المختلفة حيث يتطلب طبعا الأمر وجود بنية تحتية تكنولوجية اللي يتمثل الخطوة الأولى للتحول الرقمي ولذلك قصصت الحكومة ميزانية ضخمة يمكن خلال السنوات الماضية لتعزيز البنية التحتية أضاف كمان السيد سرحان أن الخطوة التانية للتحول الرقمي والتي تعد الأكثر صعوبة هي اللي بتتعلق بتغيير نمازك وثقافة العمل السائدة لدى الموظف والمواطن حيث بدأت هذه المرحلة بتدريب الموظفين على وجود طريقة ميسرة لإجراءات العمل وكيفية ميكاناتها وبموجب هذا البروتوكول أو بهذا التعاون طبعا شركة i-finance للاستثمارات المالية والرقمية وشركتها التابعة لمنصات السداد الإلكتروني والقنوات الإلكترونية المتعددة كل ده تسهيل حصول شركة السداد على مستحقتها نظير الخدمات التي تقدمها كما تؤثر طبعا على جميع العاملين في شركة السداد من الجمهور والشركات المؤسسة الأخرى تسديد مقابل الخدمات التي يحصلون عليها في أي وقت وفي أي مكان وعبر شبكة واسعة ومتنوعة من قنوات الدفع الرقمي سواء كانت تطبيقات إلكترونية أو منصات على الإنترنت أو حتى من خلال نقاط البيع المنتشرة بالألاف في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وغيرها طبعا من القنوات الرقمية كما تتولى طبعا نفس الشركة آي فاينانس تطوير حلول زكية متكاملة توفير أدوات دفع إلكترونية حديثة كالبطاءات المماغناطة والبار كود على الموبايل وغيرها فضلا عن الأنظمة طبعا الإلكترونية المتكاملة لبوابات الدخول في المنشآت المختلفة كل ده لخدمة الجماهير والمتعاملين مع الاستادات الرياضية والمؤسسات الخدمية التابعة طبعا لشركة أستادات الوطنية وذلك عن طريق طبعا شركتها التابعة شيء مهم جدا جدا ويأتي البرتقل ده كمان أيضا في إطار تعاون الشركتين من أجل تطوير المنشآت المختلفة في مصر بالتماشي طبعا مع جهود التطوير التي تنفذها طبعا الحكومة المصرية من خلال مشروعات كتيرة جدا قومية كما أنها طبعا بتخدم استراتيجية التحول الرقمي أو الديجيتال اللي طبعا الدولة بتتبناها حيث تكون طبعا استادات بتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع الرياضية في مصر وتصميم الاستادات تطوير الاستادات وإدارتها باحترافية وكفاءة كبيرة جدا شركة آيفايننس بتنشر كل التقنيات والتحول الرقمي الحديثة في تلك المؤسسات بشكل أكثر من رؤية صحيح طبعا إيفايننس بتعمل كده بما يصب في النهاية لصالح الموطن المصري وجمهور المتعاملين اللي بيحصلوا على خدمات طبعا فائقة وفقا لأحدث التقنيات احنا عايزين كنا بنتكلم قبل كده عن فكرة الشمول المالي اللي النهاردة الدولة المصرية بتتبناها وبتسير عليها كل مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة فما بالكم ده هذا الشمول لازم يحصل كمان على المستوى الرياضي الشمول المالي الرياضي ان انت يكون عندك بطاقة بتعمل عليها كل خدماتك وفقا لأحدث التقنيات النهاردة العالم كله ما بقاش بيشيل فلوس النهاردة العالم كله بيتعامل بكارت بكارت انت بتعمل علي كل معاملاتك وده ضروري جدا وإحنا كلنا شايلين تليفونات فده النهاردة بيوفر عليك مجهود ووقت بيحد من عملية الرشاوة طبعا المنتشر بيحد منها بشكل كبير جدا وده شيء بس اكمل الفكرة في جملة واحدة ده شيء مهم جدا جدا حريصة عليه مصر فالنهاردة المجال الرياضي شيء يعني ضخم جدا والنهاردة فيه مشروعات رياضية ضخمة جدا جدا وإحنا بنتكلم في هذا الموقع